السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله من جديد طلابنا وحبايبنا الدرسين ومقارر حياة 317 الصف الثالث الثانوي نكمل معاكم التطور اللي بدأناه في المخلوقات الحية وصلنا اليوم بإذن الله إلى الزواحف تطرق إلى مجموعة من الأهداف المهمة اللي تلخص لنا المادة العلمية راح نحدد الخصائص العامة للزواحف اللي مكنتها من العيش على اليابسة وراح نلخص خصائص الزواحف بشكل عام ما هي الخصائص التي مكنت الزواحف من العيش على اليابسة يعني شنو صار عندها من خصائص تخليها تقدر تعيش في جو اليابسة الاعتبار تذكر أن نحن الطائفة السابقة كانت برمائيات يعني مخلوقها يعيش ما بين الوسطين الحين لا الزواحف عندها القدرة أنها تعيش على جو اليابسة بشكل عام نسبة إلى مجموعة من الخصائص نشوف أول شيء على مستوى البيضة البيضة عندها محاطة بقشرة جلدية السابق كانت عندها في البرمائيات عندها بيض لكن البيض محاط بطبقة هلامية الحين عندها قشرة لكن قشرة جلدية جسمها مغطة بحراشيف وهذا الحراشيف سميكة بحيث أنها يتحافظ على المخزون الماء الموجود فيها عندها جهاز دوران وعندها جهاز تنفس هذا يعمل بفعالية أكبر من البرمائيات كما درسنا سابقاً نشوف البيض البيض عنده اسمه البيض الرحلي والبيض الأمنيوني نحن يعرفين كلمة رحلي وأمنيوني يعني هي السوائل التي تحيط بالجنين ويحمي متى خلال فترات النمو حيوانات اللي عندها الغشاء الرحلي لاحظ الزواحف الطيور والثديات لاحظ تركيب البيضة أنه عندها السائل الرحلي الذي يحيط بالمخلوق الحية نفسه ما في أجنة جسم الإنسان موجودة ما الفائدة من وجود هذا أجزاء التالي يعني رح ندرس تركيب كل جزء في هذه البيضة الرحلية وماذا يقدم للزواحف نشوف مع بعض تلخيص عندك القشرة الواقية نبدأ من خارج قشرة واقية إذن وضيفتها الحماية وهي تحتوي على الأقشية الداخلية وبينها تنتشر السواء الكيس المح المح يعني هو الغذاء الغذاء رح يفيد الجنين وهي أنه يوصل إلى المراحل النمو اللازمة عندك غشاء الرحلي الغشاء الرحلي يوجد داخله السائل الرحلي يعني السائل مثلا نحن شايفين محاط بالغشاء وهذه السائل محيط تماما بالجنين عندك كيس المنبار كيس المنبار الآن رح يسحب فضلات الجنين لاحظ كيس الماح يوفر القذاء كيس المنبار رح يسحب الفضلات الناتجة من عملية الأيض اللي صارت على الجنين نفسه عندك أقشية أخرى أيضا من غشاء الكريوني غشاء الكريوني يسمح بدخول الأكسجين وتخلص من ثانيكسجين الكربون وفي نفس الوقت يحافظ على السائل داخل البيضة عندك القشرة ولاحظ أنها قشرة جلدية وضيفتها حماية السواء بشكل عام وحماية الجنين حماية البيضة من ماذا؟ من الجفاف اللي ممكنها تتعرض له لما تكون على صابح اليابسة نروح على نقطة الجلد نحن ذكرنا لازم تحميها من الجفاف معناته لما تنولد هذه الزواحف يكون عندها جلد وهذا الجلد يحميها نوع الجلد الموجود هنا جلد جاف حرشيفي الأهمية من وجوده هو منع فقدان السوائل الداخلية على الاعتبار أنها تعيش في بيئاتها الحين فيها تحديات شوية بيئات جافة يعتبر الغطاء الخارجي قاسي لو لاحظ من الشكل عندك التماسيح لاحظ شكل الجلد الحرشيفي قاسي فلما تخيل الآن المخلوق الحي قاعد يكبر وفي نفس الوقت هو محاط بالجلد الحرشيفي قاسي معناته راح يعيق النمو يحس شوية من التحدي عشان شذي الحال اللي تأخذ لهذه المخلوقات الحية أنها هي تقوم بعملية الانسلاخة فتنسل أخذه الطابقة الخارجية من الجلد حتى تكمل نموه لو لاحظ هذه الصورة تمثل أفعى منتهية من عمليات الانسلاخة طريقة التنفس كيف تتنفس الزواحف لاحظ أن الزواحف الحين تطورت أكثر من البرمائيات لما كانت على مستوى اليرقة عن طريق الخياشي لما بلقت كانت تستعين بالرآت والجلد الرطب الزواحف خلاص مباشرة تتنفس بالرآتين وفي نفس الوقت هي تقدر تقوم بآلية التنفس اللي هي الشهيق والزفير الزفير معناتها نستنتج أنه عندها عضلات وعندها حجاب حاجز خلنشوف مع بعض الشهيق ماذا يحدث للزواحف عندما تقوم بعملية الشهيق لاحظ الشهيق معناتها تنقبط عضلات القفص الصدري ولما تنقبط يتوسع الجزء العلوي إذن عندك انقباط ناتج من هذا الانقباط توسع الحج أو التجويف لما يزيد التجويف الحين يدخل الأكسجين أو الهواء إلى داخل الجسم الزفير معناتها تنبسط العضلات ويخرج ثانيكسيد الكربون خارج الجسم مع وجود المزيد من الأكسجين نزداد إنتاج الطاقة نذكر مع بعض مقارر حياة 316 درسنا أن وجود الأكسجين مهام لإنتاج الطاقة وكني نقول الطاقة اللي هو الـ ATB معناتها يصير عنده تنفس خلوي معناتها يزيد الأكسجين يزيد إنتاج الطاقة عندك طاقة أزيد معناتها تقدر تتحرك أكثر ومو أي حركة حركات أكثر تعقيد من الطائفة السابقة لها جهاز دوران القلب استلحفة مثلا القلب لها مكاومة أذينان من فصلان طيب أذينان من فصلان وبطين واحد مفصول جزئيا لاحظ أن الأذين عندها واضح هنا مكتمل أذين أيسر وأذين أيمن لكن البطين هنا مو عندها بطينين أهو بطين واحد ولكن يبدأ يتكون الفاصل ما بين البطينين تذكر البرمائيات لما درسناها كنا نقول فقط ثلاث حجرات الأهمة أذين أيسر أذين أيمن وبطين لكن البطين هنا في الزواحة في جهاز الدوري لها تطور التطور اللي صار على مستوى هذه استلحفة مثلا عندها بطين لكن البطين لحد الحين ما صار مكتمل كما درسناه في جسم الإنسان على استثناء هناك استثناء واحد فقط من عنده التمساح التمساح عند قلب مكاومة من أربع حجرات على حكس السلحفة مثلا السلحفة مثل ما قلنا وذينين بطين ومفصول جزئيا التمساح الحين عنده قلب في أربع حجرات طيب شن هي الفايدة من وجود قلب أربع حجرات حق التمساح نفسه علشان يبقى الدم المأكسج بعيدا عن الدم الغير مأكسج داخل القلب ولأن الزواحف أكبر حجما من البرمئيات فهنا تحتاج لها ذخ الدم بقوة وكفاءة عالية حتى يصل إلى أجزاء الجسم أنت ناقش شوية في هذه الجزئية رح أعيدها لكم بحيث نركز على القلب شوف هنا مع بعض شوفها الحين هنا عندك قلب السلحفة قلنا وذينان وبطين واحد مفصول تخيل لما يدخل الدم هنا مثلا نمسح هذا الجزئية ونشرحها شوية لما يدخل الدم في هذه الجزئ مثلا ويدخل الدم من هذا الجزئ ش رح يصيرني في منطقة البطين يحلث هناك أخطلاط ما بين الدم المأكسج والدم الغير المأكسج هذه المشكلة ما تصير في التمسح لو نلاحظ حركة التمسح تكون أسرع ويحتاج إلى ضخ الدم بقوة كفاءة عالية كما ذكرنا جزئية التغذية والهضمة شون تتغذى؟ ونمط تغذيتها نشوف الزواحف في منها آكلات لحوم ومنها آكلات عشاب آكلات عشاب أو آكلة نبات مثل نقول السلاحف والجوانة وبعضها تعتبر حيوانات قارتة ماذا يعني مصطلح قارتة؟ قارتة يعني تتغذى على اللحوم والنباتات نفس الوقت لو نشوف بعض الزواحف المميزة اللي هي مثل السلاحف والتماسيحة لها ألسنة وهذا اللسان يساعدها على عملية الأبتلاع السحالي مثل الحرباء نعرف أنها لسان طويلة ولزج ويقدر يمسك بالحشرات ومع أي حشرات ذكرنا الحشرات التي تطير وسبحان الله لديها القدرة أنها يتمسك هذه المخلوقات الحية وديونها بكفاءة عالية جدا الأفاعي مثل ما نشوف الأفاعي هنا تنتج السم والسم يشل حركة الفريسة بحيث أنها تقدر تسيطر على الفريسة وتتغذى عليها هناك أتجاهات عديدة في العلوم أنهم يخذون سم الأفاعي والعلاج العديد من الأمراض فعلا استطاع الباحثين استخلاص هذا السم لعلاج أمراض عندنا مثل السلطانات الأفعى قادرة على ابتلاع فريسة أكبر من حجمها لاحظ هذه الفريسة ولاحظ هذه فقط حجم الأفعى هي سبحان الله تقدر تأكل فريسة أكبر من حجمها شلون هي تقدر؟ العلوماء أدرسوا أظام الجمجمة والفكوك في الأفاعي وشافوا أنها عندها أربطة وأربطة مرهنة بحيث أنها تقدر تتمدد وتبتلع الفرائس الأخراج شون يصير الأخراج؟ يقلنا الأخراج معناتها دائما تذكر الكليتين معناتها عندها كليتين وهالكليتين تخرج الفضلات الفضلات عزكم الله يدخل البول إلى المجمع والمذرق في هذه منطقة بالذات يتم إعادة امتصاص الماء لما يمتص الماء من الفضلات تتكون مادة جديدة في جسمها اللي هي حمض البوليك شنو شكله؟ فضلات لكن تكون شبه صلبة تذكر مع بعض الزواحف عادة تعيش في بيئات صحراوية معناتها تفضل كثر ما تقدر نهية تحتفظ بالماء حتى على مستوى الفضلات تكرمون تكون شبه صلبة بعدها أن إعادة امتصاص الماء يمكن الزواحف مثل ما قلنا منحفظ الماء وتحافظ على الالتزان الداخلي للماء والملح نفس الوقت لو نشوف تشريح السلحفاء السلحفاء عندها كليتين نلاحظ الكليتين موجودة في هذه المنطقة كيف تستشعر بالمؤثرات البيئية؟ شون بتحس بالظروف البيئية المحيطة فيها؟ معناتها عندها دماغ وحواس متطورة عندها مخ ونلاحظ أن الزواحف متطورة أكثر من البرمائيات إذن مخ الزواحف الحين هنا بيكون أكبر هي المسألة مو فقط أكبر حتى استجابات للمؤثرات تكون أفضل نلاحظ أن الجزء البصري وأجزاء المخيخ في دماغ الزواحف أكبر من تلك الموجودة في على مستوى البرمائيات ليش صارت أكبر؟ لأن وظيفة البصر الحين صارت أكثر تعقيدة والبصر هو الحص الأساسية لمعظم الزواحف وشافوا أن الزواحف أفواد قادرة أنها تميز الألوان نلاحظ سبحان الله التطور على مستوى حاسة البصر كيف تطورنا الحين أيضا تقدر تسمع ولأن هي تسمع معناتها عندها غشاء طبلة والأفاعي بالذات تقدر أنها تلقى ذببات الصوت بواسطة الفكة يعني ليس فقط على مستوى غشاء طبلة وإنما أيضا على مستوى الفكين الموجودين فيها أيضا حاسة الشم لها نصيب من الأسد لو نلاحظ أنها بعد معقدة أكثر من البرمائيات وتقدر تشم الفرائس والأفاعي تقدر تخرج لسانها ولسانها يشبه الشوكة لاحظ شكل اللسان لو الميزة باللون ميز أنه يشبه الشوكة طيب سبحان الله لو يكون هو اللسان بهذا الشكل كفاعته في التقاط جزيئات الرائحة لتكون أفضل فلاحظ اللسان يشبه الشوكة لماذا؟ حتى تلتقط جزيئات الرائحة باللسان وبعدها تدخل إلى الفام وتنتقل هذه الجزيئات مثلا نقول جزيئات رائحة الطعام تصل إلى عضو جاكبسون هذا العضو وين موجود؟ لاحظ هذا هو شكل عضو جاكبسون موجود في مقدمة رأس الأفاعية فنقول ما هي أهمية عضو جاكبسون؟ هو تركيب يميز الروائح ومو فقط بس حق الروائح اكتشفوا أن هذا العضو يساعد أن يتحدد الفريسة وتحدد شريك التزاوج المناسب لها بحيث أنها تضع بيوض وتتكاثر شلون تنظم درجة حرارتها؟ تنظيم درجة الحرارة الخين هو حالها حال البرمائيات قلنا لو نتذكر مع بعض متغيرت درجة الحرارة يعني هي ما تقدر تحافظ على درجة حرارتهم بعمليات الأيض لكن تتنظم حرارتها سلوكيا شلون؟ لما تكون أنها حرارتها مرتفعة فتروح إلى أماكن تخفض درجة حرارتها والعكس صحيحة لاحظ هذه الصورة تقطى الباحثين هذه الصورة وقالوا وتشوفوا أن سبب سيرة سلحفاء تحت أشعة الشمس لكي تمتص أشعة الشمس وترتفع درجة حرارتها معناتها هذا السلحفاء تشعر بالبرودة فتستعين بأشعة الشمس حتى ترتفع درجة حرارتها مباسس الحفاء أيضا قادرة أيضا الأفاعي سبحان الله قادرة أنها تنظم درجة حرارتها وتقضي بيات شتوي إذن حتى البيات الشتوي ممكن أنه يحدث أيضا في الزواحف بحيث أن الزواحف تدخل في حالة سباتة ولاحظوا أن عمليات الإيض تكون منخفضة بحيث أنها تحافظ على درجة حرارتها وفي نفس الوقت الأفاعي تتجمع بالمئات لاحظوا الصورة هذه الأفاعي كلها تتراكم فوق بعضها البعض وتكون قتلة طيب ليش هذا السلوك لتقوم بهذه المخلوقات الحية لتقلل فقد الحرارة وقلنا ما هي تعيش في الشتاء معناتها لازم تحافظها بكثير ما تقدر عليه أنها تحافظ على حرارة أجسامها بحيث أنها تبقى حية شون رح تتحرك؟ نقارم ما بين السلمندر لدرسناه والتمساح السلمندر بطنه يكون على الأرض مباشرة هنا في التموصيح لاحظ أن البطن يكون مرتفع وتجور أطرافه بحرية تحت جسمها الأطراف هذه الأرجل تتحرك بكل حرية ومرونة وتقدر تتحمل وزنها الثقيل ولما يدخل الماء في النهر أو المستنقعات لاحظوا أنه يتحرك بحركة سريعة وسهلة الزواحف لها مخالب والمخالب موجودة طبعا في الأصابع الأهمية من وجودها أنها تحفر وأنها تتسلق وتثبت نفسها بالأرض شنون تتكاثر هذه المخلوقات الحية؟ أخصابها هنا رح يكون داخلي على حكس البرمائيات قلنا أخصابها خارجة وتجلس من فصلة أول نقطة نقول أن الأخصاب يكون عندها داخلي بحيث تنمل بويضة المخصبة إلى جنين وبعدين تكون محاطة بأقشية المنيونية كما ذكرناها في بداية الدرسة هذا الأقشية تحافظ على الجنين الجهاز التناصلي الأنثى ويقادر على تكوين القشرة وقلنا ما نوع القشرة هنا قشرة جلدية لاحظ شكل القشرة الجلدية التي تحيط بهذا المخلوق الحية طيب الأنثى الحين علشان تحافظ على البيض تقوم بتحفر حفرة على الأرض بحيث أنها تحفظ على وجود بيضها وبعدين ما تحفر هذه الحفرة فإنها تترك البيض وتتركها بحيث أنها تفقص وتخرج بنفسها وجدوا أن بعض التماثيح تبني عش والعش أيضا تضع فيه البيوض بعض الأفوعي تبقى تبقى البيض داخلها حتى يفقص يعني حسب الظروف البيئية إما أنها تضع حفرة وتضع البيض أو أنها تحافظ على البيض داخل جسمها بحيث أنه يفقص أتمنى أن سهلت عليكم المواد العلمية وإن شاء الله استمتعتوا معنا نراكم إن شاء الله في تطور أكثر المخلوقات الحية وندخل معكم بإذن الله إلى طائفة الطيور تبقى البيض